بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فقد ورد إلينا هذا السؤال ما حكم عمل مسحة لاكتشاف فيروس كورونا في نهار رمضان أي في حال الصيام وللإجابة على هذا السؤال نقول إن حفاظ الإنسان على نفسه من الأمراض مقصود شرعي ولأجل ذلك جاءت الأدلة الشرعية تؤكد على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تؤدي إلى العلاج والتداوي من الأمراض عند نزولها لقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء غير أن العلاج والتداوي لا يكون من أي أحد بل يكون من أهل الاختصاص ومن هنا وجه الشرع الشريف إلى أن يكون العلاج والتداوي من الأطدباء لأنهم هم أهل الذكر وأهل الاختصاص في هذا الشأن فقد جرح رجل على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أدعو له الطبيب قال وهل يغني عنه الطبيب؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم إن الله تبارك وتعالى لم ينزل داء إلا أنزل معه شفاء ومن الأسليب التي اعتمدها الأطباء المتخصصون في هذا الشأن ما يتعلق بالمسحة التي تتعلق باكتشاف فيروس كورونا هذه المسحة التي تعد إجراءا احترازيا يساعد في مواجهة انتشار هذا الفيروس وتكون المسحة من خلال يعني أخذ عينة بسيطة طبية من غشاء المخاط الأنفي أو الفموي أي أنها تكون عن طريق الفم أو عن طريق الأنف فيدخل الطبيب المتخصص عودا مرنا يعني في نهايته القطنة عود مرن وفي نهايته القطنة يدخل هذا العودة في الأنف أو يدخله إلى المخرج الأخير في الحلق إذن هذه المسحة إما أن تكون عن طريق الفم وإما أن تكون عن طريق الأنف هذه الأداء المستخدمة في هذه المسحة بهذه الصورة التي شرحناها لا تفطر الصائم لماذا؟ لأنه معلوم أن كل من الفم والأنف ما يصل منهما إلى الجوف يفطر هنا هذه الأداء لا تصل إلى الجوف فلا فطر هنا هذا أولا ثانيا أن هذه الأداء أداة الفحص المستخدمة في اكتشاف فيروس كورونا لا تستقر داخل الجوف وقد نص بعض الفقهاء على أن استقرار الداخل في الجوف هو شرط فساد الصوم فهذا الأمر أيضا غير متحقق ثالثا أنها وإن استقرت في الجوف فهي لم تنفصل أي ما زالت متصلة لأن لها طرفا خارجيا وبناء على ذلك فإن هذه الأداء المستخدمة في اكتشاف فيروس كورونا أو في هذه المسحة تدخل تحت قول بعض العلماء أن الذي يفطر الصائم ما يدخل جوفه من أكل أو شراب أو ما ينماع أو ما يغذى ومعنى هذا أن ما يدخل الجوف مما لا يؤكل ولا يشرب ولا ينماع ولا يغذى فهذا لا يفسد الصيام نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر